مرحبا بكم في قناتي اليوم سنستعرض القصة الحقيقية المخيفة التي ألهمت فيلم الرعب الشهير يانبيلا تابع معنا لاكتشاف الحقائق المرعبة التي تكمن وراء هذه الدنيا الملعونة فيلم يانبيلا هو جزء من سلسلة أفلام ذي كانت جرينغ وتم إصداره في عام 2014 الفيلم يروي قصة دمية مسكونة بالأرواح الشريرة التي تزرع الرعب في قلوب من يمتلكها القصة الحقيقية وراء فيلم يانبيلا تتعلق بدمية قديمة تمتلكها الآن مدحف وارين للغيبيات في كونيتيك في الواقع الدمية ليست جميلة كما في الفيلم بل هي دمية راكديان عادية بداية القصة في عام 1970 اشترت أم دمية أنابيلا كهدية لابنتها دونى التي كانت طالبة في التمرين دونى وصديقتها أمجي بدأت تلاحظ أشياء غريبة تحدث حول الدمية كانت الدمية تتحرك من مكانها دون أن يمسها أحد تصاعد الأحداث الغامضة بدأت الفتيات في العثور على رسائل مكتوبة بخط غير معروف تقول ساعدونا وأنقذونا ثم بدأت في مشاهدة دماء تظهر على الدمية بدون تفسير واضح ازداد الرعب عندما تعرضت صديقتهما لو لإصابات غامضة بعد هجوم غير مرئي الاستعانة بوئد دولورين وأورين بعد تصاعد الأحداث قررت دونى الاتصال بالزوجين أدي ولورين وأرين المحققين في الظواهر الخارقة زعم وارينز أن الدمية كانت مسكونة بروح شيطانية حاولت الاستلاء على حياة دونى وصديقتها الحبس في متحف وارين قرر الزوجان وأن أخذ الدمية وحبسها في متحفهم الخاص بالغيبية منذ ذلك الحين وضعت الدمية في صندوق زجاجي محكم الإغلاق مع تحذيرات بعدم فتحه أو الاقتراب منه الأسطير المحيطة بأنبيل رغم أنها محبوسة في المتحف تظل دمية أنابيل محط أنظار العديد من الباحثين عن الغموم يزعم البعض أن الدمية لا تزال تمثل خطرا كبيرا وأن الروح الشريرة لم تختفي تماما هذه كانت القصة الحقيقية وراء فيلميانبيلا إذا أعجبتكم هذه القصة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمزيد من القصص المرعبة شكرا لمشاهدتكم شكرا للمشاهدة